أثبتت جميع مراحل الأزمة السورية إنه لا حل عسكريا لها وإنه لا غالب ولا مغلوب في هذا الصراع وأخيرا فتحت أبواب الحظيرة العربية أمام أسد لدخوله إليها مجددا وها هم مزراء الخارجية العرب يعلنونها بكل وضوح تمت الموافقة على إرجاع حكومة ميليشيا أسد لجامعة الدول العربية المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي أكد تبني وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم المغلق في القاهرة قرارا بما سماه استعادة سوريا لمقعدها بالجامعة وهو ما يعد تتويجا لجهود الدول العربية الساعية لتطبيع العلاقات مع أسد وإعادة تدويره في وقت بيّن فيه المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف أن العودة تضمنت عددا من الشروط أهمها محاربة الإرهاب والإذجار بالمخدرات بأننا على اقتناع تام بأن السبيل الوحيد للتسوية هو الحل السياسي بملكية سورية خالصة دون إملاءات خارجية قرار إرجاع أسد إلى حضيرته العربية وما سبقه من تمهيد وشد وجذب لم تتأخر الولايات المتحدة في التعليق عليه حيث أكدت وزارة خارجيتها ضرورة التزام النظام أسد بالوعود التي أطلقها مشيرة إلى أن واشنطن تعتقد أن الحل السياسي هو المسار الوحيد لحل ما وصفتها بالأزمة السورية وأن عودة اللاجئين إلى بلادهم يجب أن تكون آمنة وطوعية مشددة على أن عقوباتها بشأن سوريا ما زالت موجودة وستنفذ بما يتطابق مع القانون بعيدا عن القرار والتعليق الأمريكي حوله فعودة العار كما سماها ملايين السوريين الذين عبروا عن شعورهم بالتآمر والخذلان العربي القديم المتجدد أثبتت بالدلائل والبراهين القاطعة أن إيران انتصرت فعليا وما عودة أسد إلا ثمرة من ثمار إعادة تطبيع العلاقات العربية معها في استحضار لقول المتنبي وإنما الناس بالملوك وما تفلح عرب ملوكها عجم لا أدب عندهم ولا حسب ولا عهود لهم ولا ذمم